السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مع حلقة جديدة وفيديو جديد عن النرجسية من الممكن أنك تقابل النرجسي في كل نواحي حياتك من الممكن أنك تلاقي نفسك بتشتغل معه زي زميلك أو مديرك في العمل أو في الأسرة زي الزوج أو الزوجة أو الأخ أو الأخت أو أحد الوالدين وبتلاقي نفسك مش قادر تتحمل وجودهم لأن ما بيكونش قدامك اختيار أنك تسيب العلاقة وتبعد عنها أو على الأقل الوقت مش مناسب للمغدرة العلاقة النرجسية من الممكن أن الحياة مع شخص نرجسي يكون شيء محبط جدا بسبب سلوكه المتلاعب والمسيب والجذاب في نفس الوقت من الممكن أنك تلاقي أن نرجسي اللي بتتعامل معه ده شخص ساحر جدا ورومانسي جدا من الممكن أنك تلاقي إنسان مخادع ومتسلط بشكل حقير جدا ممكن كمان أن يكون فيه ناس تقدر تتعامل مع الوضع المؤلم ده أو تتعايش معه لكن فيه ناس كتير جدا بيلاقوا صعوبة في الحفاظ على العلاقة مع شخص نرجسي الأشخاص اللي بيعانوا من الاعتماد على الآخرين ولكن مش مصابين بالطراب الشخصية النرجسية ممكن أنهم يقدروا يعيشوا علاقة نرجسية عادية حتى لو كان فيها بعض الألم الشخص الاعتمادي ده عنده مقدار من تدني احترام الزات وده اللي بيخليه يقدر يتحمل إساءة النرجسي الشخص الاعتمادي يا جماعة ده ما بيحسش أنه يستحق أنه بيحصل على الحب أو الاهتمام من الشخص اللي بتعامل معه واللي بيخليه يحس بالتأدير لما بيحقق للنرجسي الإمداد اللي هو محتاج له منه لما شخص بيدرك أنه بيعيش مع شخص نرجسي بيكون قدامه اختيارات الاختيار الأول أنه يترك العلاقة الاختيار الثاني هو تحديد العلاقة زي مثلا لما بيكون أحد الوالدين نرجسي والاختيار الثالث وهو البقاء في العلاقة ولما بيختار البقاء في العلاقة بيكون محتاج يتعلم بعض المهارات علشان يقدر يتأقلم على الحياة دي وبالتالي يقدر يحافظ على صحته العقلية والعاطفية طيب إزاي تقدر تتعامل مع النرجسي لما تكون مش قادر تترك العلاقة أول حاجة ده معه وهي أنك تحاول تعمل لنفسك نظام دعم بالغالب والمعتاد أن الناس اللي من خارج العلاقة المباشرة مع النرجسي بيكونوا مبهورين جدا بيه بيلقوا صعوبة في أنهم يصدقوا اللي بيحصل معاك منه وده ممكن يوصلك للشعور بسوق الفهم والعزلة حاول تتواصل مع الآخرين وبالذات الناس اللي مش بيبهرهم سلوك النرجسي أبدا ومن الممكن أن الأشخاص دول يكونوا عندهم نرجسيين برضو في عائلتهم ومضطرين يتعاملوا معاهم زيك أو أنهم يكونوا تعرضوا للإساءة والأذى أو التلاعب من شخص النرجسي وممكن برضو يكون الأشخاص دول ما قابلوش في حياتهم نرجسي قبل كده وما حسوش بالإنبهار منه حاول تتواصل مع الناس دي واللي هيكونوا مصدر دعم ومساندة لك بشكل كبير جدا وهيساعدوك من خلال نصايحهم أو تجاربهم على أنك تقدر تتعامل وتتعايش مع النرجسي اللي معك الحاجة التانية أنك تحاول تفرد الحدود ما تعملش أبدا أي حاجة مش حاسس نحيتها براحة لمجرد أن ده انطلب منك وخليك ثابت وحازم جدا مع احتياجاتك ورغباتك وسيب النرجسي يخبط راسه في الحيطة لما متحققش رغباته اللي بيطلبها دي حط في اعتبارك حدودك دي واحتياجاتك الشخصية والعاطفية ولازم تقولها مباشرة للنرجسي وما تتنزلش عنها أبدا الحاجة التالتة أنك تحاول تعمل حلول طرد الطرفين دايما انرجسي بيطلب منك حاجات متنقضة وبعدها بيغضب لما ما بيتمش تلبية الطلبات والرغبات دي لما بتقدر توصل لحلول مرضية للطرفين باستمرار انرجسي في النهاية بيشعر بالملل من المواقف اللي بتتكرر دي واللي ما بيوصلش فيها للي هو عايزه معاك ويبدأ يتخلى عنك واللي ما بيوصلش فيها للي هو عايزه معاك وبيبدأ يتخلى عنها الحاجة التالتة أنك تتعلم إدارة انفعالاتك العاطفية بطريقة زكية ماينفعش جماعة أي حد من الطرفين يعامل الآخر بعدم احترام ولما حد من الطرفين يحس أنه محتاج يخرج مشاعره فلازم يكون عارف أنه متحمل مسئولية المشاعر دي مش أنه يلوم التاني على أنه خلاه يشعر بكده لما تلاحظ أنه بيتم معاملتك بغضب أو بقلة احترام في موقف معين حاول تنهي الموقف فورا وتقوله أنكم ممكن ترجعوا تتناقشوا في وقت تاني لما تحس أنك بتتعامل بطريقة محترمة الحاجة اللي بعد كده لما تلاقي أنه نرجسي بيعمل معاك أسلوب الجاسلايتينج لما نرجسي يقولك حاجة ويرجع ينكرها أو يدعي أنه قال حاجة وهو فعلا ما قلش الكلام ده ويبدأ هو يلومك أنك ما سمعتوش كويس أو أنه زاكرتك ضعيفة وبتنسى كلامه بيكون ده معناه أنه بيستخدم معاك أسلوب التشكيك في عقلك النرجسي بالأسلوب ده بيحاول يبوز اتزانك النفسي وسيطرتك وإدراكك للأمور وأنت في الوقت ده لازم ما تسمحلوش أنه يوصل لهدفه معاك وأنك يكون عندك ثقة كاملة في عقلك ووعيك وتفكيرك وما تتنزلش أبدا عن اللي أنت متأكد منه واللي أنت عارفه كويس الحاجة اللي بعد كده أنك تتعلم مهارات المناقشة حاول تعرف إيه الحاجات اللي قبلة للنقاش واللي ما فيهاش نقاش زي مثلا أن في بعض السلوكيات مش هتضر حياتك لو سبتها تعدي أو تتهاون فيها يعني ورغم كده فلو تنزلت عن كل حاجة وتهاونت في أي تصرف هتلاقي نفسك وصلت المرحلة سيئة جدا لازم تعرف إيه اللي ممكن يعدي وإيه اللي ما ينفعش تسيبه يعدي أبدا مهما حصل طبعا ومش علشان النرجسي عايز حاجة معينة منك تبقى مجبر أنك تعملها يعني لما تحس أن الحاجة دي ما تنفعش تتعمل يبقى ما تتعملش ومتستسلمش أبدا في النقطة دي الحاجة اللي بعد كده أنك تحافظ على احترامك لنفسك النرجسي بيكون مصر جدا على إشباع رغباته الخاصة ومش بيهتم باحتياجاتك أبدا ومع استمرار النرجسي في انتقادك باستمرار طول علاقتك به ده ممكن يؤدي لأنك تفقد احترامك لنفسك وفي عقلك ورأيك أنت محتاج جدا أنك تحافظ على احترامك لنفسك من خلال أنك أنت اللي تدي لنفسك الاحترام ده واللي النرجسي عمره ما يدهولك زي مثلا أنك تقول لنفسك كلام إيجابي ومشجع ولما تعمل حاجة كويسة أو عمل ناجح حاول تهني نفسك على النجاحتك حاول تقضي وقت مع الآخرين اللي بيفكروا فيك وبيهتموا بيك الحاجة اللي بعد كده أنك ما تحتفظش بالأسرار جواك من أصعب الحاجات اللي ممكن تعملها أنك تكون صادق مع الآخرين ناحية سلوك النرجسي في حياتك يعني أنك تقول حقيقة اللي بيعملوا معاك أنت مش محتاج أبدا أنك تداري على سلوك النرجسي المسيق معاك لمجرد أنك محرك تقول أو تظهر أنك بتخرج أسرار علاقتكم حاول ما تعزلش نفسك وتدور على صديق أو حد من عيلتك تقدر تصق بيه ما تحتفظش أبدا بأسرارك دي أما الحاجة اللي بعد كده أنك تحاول تفهم طبيعة النرجسي حاول تتعلم وترائب لغة جسد النرجسي لأن لغة الجسد بالنسباله من الممكن جدا أنها تكشف كتير جدا من المشاعر اللي بيحاول يخفيها زي مثلا الغضب من أنه ما حصلش على كفايته من الاهتمام منك تقدر ترائب الغضب اللي على وش النرجسي لما يتقال حاجة ممكن يبصلها على أنها نقد أو تهديد لسيطرته أو سلطته إذا قدرت تتعلم لغة جسد النرجسي فمن الممكن أنك تقدر تخفف كتير جدا من بعض الاضطرابات العاطفية اللي بتحصل منه وتقدر تحصل منه على بعض المشاعر الإيجابية دي كانت حلقة النهاردة جماعة أتمنى تكونوا استفدتم بيها وإن شاء الله نتقابل الحلقة الجاية مع موضوع جديد شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته